اشتركوا في القناة الحكومة للدور المباشر الذي يؤديه لبناء شراقات تسهن في دفع حركة البناء والتشييد في المنطقة كحجر أساس لمواصلة جهود التنمية التي تشهدها لعديد من البلدان مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص المصري ضمن هذه الجهود ويستعرض المنطقة في نسخته هذا العام مخططات التنمية الشاملة بالمنطقة وخريطة المشروعات الكبرى بهدف تعزيز فرص مشاركة الشركات المصرية العاملة في مجال التشييد والبناء بمشروعات التعمير بالخارج في مختلف المجالات وتشهد جلسات الملطقة تسليط الضوء على دعم وتيسير تصدير صناعة التشييد والبناء وصناعات مواد البناء وصناعات التكميلية المرتبطة بنشاط المقاولات بالدولة وكذا استعراض التجربة المصرية المتميزة في مجالات البنية التحتية الذكية والمشروعات القومية العملاقة يجري لواء هشام أمنى وزير التنمية المحلية والدكتورة هالا السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم زيارة إلى محافظة شمال سيناء لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية وافتتاح عدد من المراكز التكنولوجية بالمحافظة ومن المقرر أن تتضمن الزيارة استعراض مشروعات الخطة الاستثمارية للعامين الماليين 2022-2023-2023-2024 وأهداف وأليات وفئات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالإضافة إلى عرض حول تطوير المراكز التكنولوجية وآخر عن تطوير مدينة العريش كما سيفتتح الوزيران عدد من المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين في كل من دوان عام المحافظة ومدينة العريش بالإضافة إلى تفقد عدد من المناطق بالمحافظة أعلن دكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بدأ تنفيذ خطة الطرق والمحاور الجديدة بالمناطق المضافة لمدينتين العبور الجديدة والشروق لاستكمال أعمال تقنين الأوضاع وتنمية المدن الجديدة وأوضح الوزير إلى أن ملف التقنين يعتبر على رأس الأولويات لأجهزة المدن المعنية خلال المرحلة الحالية وأشرت الوزارة إلى بدء أعمال الرفع المساحي للطرق بمنطقة الأمل المضافة لمدينة العبورة لتنفيذ الطرق والمحاور الرئيسية بها كما يجري التوقيع المساحي لمحور R3 الرابط ما بين الطريق الدائري الإقليمي والأوسطية كما تم البدء في تمهيد الطرق بما داخل منطقة الرابية إحدى المناطق المضافة لمدينة الشروع حيث استلمت الشركة المنفذة موقع المشروع ووردت معداتها لتنفيذ المهام المطلوبة طبقاً للمخطط التفصيلي المعتمد للمنطقة عقد دكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرية اجتماعاً لمتابعة الترتيبات الجارية للإعداد لعقد إسبوع القاهرة السادس للمياه والمزمع عقده خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى الثاني من نوفمبر 2023 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية واستعرض لاجتماع تفاصيل الإسبوع الذي يعقد تحت عنوان العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة وما يتضمن من جلسات عامة وورث عمل ومؤتمر علمي ومصابقات وأكد الوزير أن إسبوع القاهرة السادس للمياه يهدف لدمج قضايا المياه ضمن العمل المناخية ومنقشت أثار التغيرات المناخية على قطاع المياه وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والابتقارات لمواجهة التحديات المائية بأسليب غير تقلدية والعمل على دعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم خدمات الفحص السماعية لأربعة ملايين وثمانمائة وواحد وخمسين ألف طفلة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلى فقدان السمع لدى الأطفال حديث الولادة وأكدت الوزارة زيادة أعداد مستشفيات ومراكز الإحالة السماعية لأربعة وثلاثين بدلاً من ثلاثين مركزاً بجميع محافظات الجمهورية وتزويدها بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية كما تمت زيادة عدد مراكز فحص الكشف السماعي للأطفال بدءاً من يوم الولادة وحتى عمر ثمانية وعشرين يوماً إلى 3500 واحدة صحية في جميع محافظات الجمهورية يلتقي فريق حرس الحدود نظيره غزل المحلة في السابعة والنصف مساء اليوم على أرضية استاد المكس بالأسكندرية ضمن مباريات دور الأثنين والثلاثين لمسابقة كأس مصر كما يلتقي فريق أمبي مع نظيره فيوتشر في التاسعة والنصف مساء اليوم على أرضية استاد السلام في لقاء مقدم من الدور السادس عشر من ذات البطولة اشتركوا في القناة